تفتح معارض أهلا رمضان بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري حيث سيتم إنشاء ثلاثة معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة علاوة على من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي وعشرت الحكومة إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك في معارض أهلا رمضان وبركن خاص لتوفير السلاع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة ووجهت الحكومة هيئة السلع التمونية بسرعة تعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة بالإضافة إلى الأرز أيضا بما يعزز من الأرصد الاستراتيجية اتفقت مصر وبولغاريا على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات عمر طلعط وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا ميلينا ستتشوفا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح أفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجيا مبتكرة ذلك باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي استقبل وزير البترول طارق المولى وزير طاقة البلغاري والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا ضد وفد رفيع المستوى من المسؤولين البلغاريين تم خلال اللقاء بحث سبل تعاون المقترحة بين الجانبين والفرص لاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهايدروجين والطاقة الخضراء وأكد وزير البترول أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهايدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية بنحو 6% وسط التوطرات المستمرة في الشرق الأوسط وارتفعت العقود الآجلة لخام بريند بنسبة 69% من 100% لتسجل 82 دولاراً وتسعة عشر سنة للبرميل كذلك ارتفعت العقود الآجلة لخام الأمريكي بنسبة 81% لتسجل 76 دولاراً واربعة وثمانين سنة للبرميل كذلك ارتفعت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 1.98% لتسجل دولارين واربعة وثمانين سنة للبرميل في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 3.65% من 100% مسجلة دولاراً واحداً وخمسة وثمانين سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تخطى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية تخلى عفواً المستثمرون في الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي ووفقاً للبيانات الصادرة عن بانكوف أمريكا شهدت الأسهم الأمريكية نزوحاً للتدفقات بقيمة 15 ملياراً و600 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير في أكبر وطيرة منذ سبتمبر من عام 2023 على الجانب الآخر شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة 18 ملياراً وثمانمائة مليون دولار خلال الفترة ذاتها سجل التضخم في ألمانيا تراجعاً في يناير الماضي بوثيرة سنوية مسجلاً أدنى نسبة منذ عام 2021 ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقاً هذه السنة وأعلن المعهد الفيدرالي للإحساءات ديستيتس تراجع مستوى ارتفاع أسعار الاستهلاج بنسبة 8 من 10 بالمئة نقطة مئوية بالمقارنة مع ديسمبر حين ازدادت بنسبة 3.7 من 10 بالمئة على أساس سنوي بعد خمسة أشهر من التراجع على التوالي هذا ويتصارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9 بالمئة قبل عام مسجلاً متوسط 5.9 من 10 بالمئة في عام 2023 نظم مزارعون أسبان احتجاجاً وهم على جراراتهم خارج أحد فروع سلسلة متاجر شهيرة في أسبانيا في اليوم الخامس من الاحتجاجات على مستوى البلاد ومنذ يوم الثلاثاء السادسة من فبراير انضم المزارعون الأسبان إلى نزرائهم من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا في احتجاجات يومية تشمل إغلاق العديد من الطرق السريعة والمواني ويرى المزارعون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي أن قواعد حماية البيئة تجعلهم أقل قدرة على المنافسة مقارنة بالمناطق الأخرى ترجمة نانسي قنقر